السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساء الخير عليكم جميعا نهاردة نامل مع بعض وصفة طبعية 100% لازالة حب الشباب من البشرة او ازالة البقعة الداكنة اللي بتبقى موجودة في بشرتنا طبعا في بنات كتير جدا بتعاني من المشكلة دي زي ما انتو شايفين كده بتخلي شكل البشرة مش كويس خالص ازاي نعالج المشكلة دي بوصفة طبعية ده اللي هنقوله مع بعض في الفيديو اهم حاجة نتابع مع بعض كده للنهاية وكمان هستنى تعليقاتكم ورأيكم في الوصفة بتاعتي اول مكون معايا هو العسل الابيض طبعا العسل له فوايد كتير جدا للبشرة وبنستخدمه في مصقات كتير جدا للحفاظ على البشرة كل اللي هنحتاجه معلقة كبيرة من العسل الابيض الطبيعي لازم العسل بتاعك يكون طبيعي علشان يقدر يجيب نتيجة معاك في المشاكل اللي بتواجهها البشرة هنحتاج معلقة كبيرة من العسل عليها معلقة صغيرة خالص من الارفة المطحونة طبعا الارفة المطحونة برضو لها فوايد كتير جدا للبشرة واهمها البشرة الدهنية هنبتدي نخلط المكونين دول على بعض معلقة كبيرة من العسل الابيض عليها معلقة صغيرة من الارفة المطحونة نبتدي نقلب كده بحركة دائرية بعد كده نفرك العسل مع الارفة لان الارفة تاخد مننا وقت شوية على ما تمتزج مع العسل طبعا الماسك ده حلو جدا انا جربته شخصيا واو بصراحة بيجيب نتيجة كويسة اهم حاجة ان احنا نستخدمه باستمرار يعني ما نستخدموش مرة او اتنين ونوقف ونقول ان هو مش بيجيب نتيجة لازم تستخدم الماسك بتاعك باستمرار علشان تحس بالفرق وتحس بالنتيجة فوايد العسل والارفة كتيرة جدا اهمها ان هما بيمنحوا البشرة النعومة والنظارة كمان بيخلصوا البشرة من الميكروبات والبكتيريا اللي البشرة بتتعرض لها من طبعا الهوى والاتربة كمان ممكن نستخدمو كماصق لتبييد البشرة وتفتيح لونها يعني مش بس بيزيل خلايا الجلد الميتة وبيزيل اثار الحبوب كمان ممكن نستخدمو كمبيض للبشرة او تفتيح للبشرة بيعالج كمان وبيقاوم جفاف الجلد او بيزيل خلايا الجلد الميتة طبعا كلنا في فصل الشتاء بنعاني من ظهور خلايا الجلد الميتة في البشرة او بنعاني من جفاف البشرة. ممكن نستخدم القناع ده حلو جدا في فصل الشتة برضو. وطبعا اهم حاجة مفيد جدا للبشرة الدهنية. طبعا البشرة الدهنية هي اكتر بشرة بتتعرض للمشاكل واهمها ظهور حب الشباب. وبرضو القرفة كويسة جدا. لها فوائد كتيرة. اهمها ان هي بتعالج حب الشباب. وبتعالج التجعيد. بتحارب التجعيد. كمان بتزيل خلايا الجلد الميتة. وبتمنح البشرة النعومة والنضارة. كمان بتعالج الاجزيمة وحساسية الجلد. وكمان بتطهر الجروح. يعني لو في اه حبوب ظهرت في وشك فجأة. ممكن تستخدم القناع ده او المسك ده على الحبوب على مدار تلات ايام في الاسبوع. هتلاقي الحبوب بتاعتك خلاص. المسامات بتاعتها قفلت خالص. وبشرتك رجعت زي الاول ويمكن احسن كمان. بس اهم حاجة زي ما قلت نستخدم المسك بتاعنا. آآ باستمرار ما نوقفش ونرجع نقول ده هو مش بيجيب نتيجة. المسك بتاعي بقى تمام خالص زي ما انتوا شايفين كده. نبدأ دلوقتي ان احنا نستخدمه على البشرة بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه في الصورة. هندهنه على بشرة نظيفة طبعا. تكون بشرتك نظيفة جدا. ندهن المسك بتاعنا ونسيبه عشر دقايق على البشرة. مش اكتر من كده. تمام? هنسيبه عشر دقايق بس لان الارفة اللي معانا آآ لما هندهنها على بشرتك هنحس ان احنا عايزين نفرق في البشرة. لان الارفة شديدة جدا هتقفل مسام الحبوب اللي موجودة في بشرتك. هتزيل الخلايا الميتة اللي بتبقى موجودة في البشرة. فهنسيبه عشر دقايق. طب لو بشرتك حساسة او بتعاني من مشاكل صعبة. هتبدأي تستخدمي المسك ده على قديك الاول. لو حسيت بحمرار او باحتكاك في البشرة. يبقى لازم ترجعي للطبيب الاول. علشان ما ما يحصلش معاك مشاكل في البشرة. لكن لو بشرتك عادية جدا دهنية او جافة او ظاهر فيها حب الشباب. يبقى تستخدمي المسك ده على ضمانتي. هيجيب معاك نتيجة كويسة. زي ما قلت هنسيبه على بشرتنا عشر دقايق بس. بعد كده هنخسله بمية فترة. واحنا بنخسل البشرة نبتدي نفرق بحركة دائرية علشان نزيل خلايا الجلد الميتة ونقفل مسام الحبوب. هنستخدم المسك بتاعنا اه تلت ايام بس في الاسبوع. هنستخدمه تلت ايام في الاسبوع. وزي ما قلت نستخدمه باستمرار علشان يجيب معانا نتيجة كويسة. انا جربته شخصيا وعمل معايا نتيجة كويسة جدا. اه زي ما انت شايفين بيدهن بنفس الطريقة اللي في الصورة اللي قدامنا دي. يا رب الوصفة بتاعتي تكون عجبتكم. واهم حاجة طبعا لو 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 لا اول مرة بتشوفي القناة تعملي لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس علشان توصلك مني كل فيديوهاتي. في نهاية اقولك مع السلامة وتستنونوا فيديو جديد.